بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهداء مستقررين ان يوم الحد عندنا بنتكلم عن التوافق والسعادة وفي الغالب بنجيب بعض الحاجات الازمات اللي احنا بتعرض لها في البيوت عشان نحاول نحلها النهاردة عندنا حاجة شويتين تلاتة بتبقى مزعجة لما تكون في البيت ويختلف عليها لازواج احنا عندنا ساعات بيبقى عندنا اتجاه في البيت ان فيه حد عايز يخلف كتير وفيه اتجاه بيقول خلينا بالعقل فبتبقى فيه خناقة في البيت خناقة في البيت ما بين اتجاه عايز يتعامل مع مسألة الخلفة بالتزان والتجاه مش عارفين هو فكرة ان هو يخلف كتير جاية له منين انا اقول لكم الحقيقة لما بتجيلي في جلسات الارشاد الزواجي مسألة اللي حد عايز يخلف كتير بيبقى حاسس انهم مدفوع مش من حاجة حقيقية لان فكرة ان يخلف كتير دي مش هي دي المفهوم الصحيح لمسألة الاسرة لان فكرة يخلف كتير دي بتتعارض مع اللي انا فهمه عن جودة الاسرة لان جودة الاسرة في الحقيقة ليست بالعدد ولكن جودة الاسرة باستثمار المدد يعني جودة الاسرة بان انا استثمر نعمة ربنا علي مش ان انا يبقى عدد كبير قبل ما تتسرع وتقول لي ان انا بتكلم على مسألة الزيادة السكانية انا بقول لك ان انا بتكلم على مسألة الزيادة السكانية انا بقول لك على ان احنا مخلوقين البيوت نفسها بتضج فالفكرة اللي عندك دي راجع نفسك هقول لك حاجة انا رجعت وقراك انا بقالي سنوات طويلة قاعد برصد هو وبتيجي بتيجي منين فكرة ان احنا عايزين يبقى عندنا اولاد كتير فلقيتها بتيجي من المصدرين المصدر الاولاني التراث الشعبي اللي هي فكرة ايه تغلبي بالولاد ادي حاجة فكرة هو ان انت ربط الراجل بالولاد طب الراجل لو اول عايز الولاد تبقى فكرة العزوة بقى انا عايز اولاد كتير عشان العزوة ده اتجاه وده اتجاه كبير على فكرة اتجاه مش صغير اهلنا وناسنا عاشوا الاتجاه ده وطلعوا اولاد تلت ارباعهم ما تعلموش وتلت ارباعهم عندهم ازمات نفسية احنا بنحصد يعني الجيلين اللي فاتوا دولا حصدوا هزي الافكار اللي جاية من التراث الشعبي حصدنا حصد مر فيجي الى حقنا التاني بقى اللي استخدم بقى التراث الشعبي ده بقى صاحبنا ابو افكار بقى ايه متطرفة ومتشددة قال اه انتوا عايزين تقللوا المسلمين احنا نمشوا رحاضة النبي صلى الله عليه وسلم وقع الولد والولد بيجي برزقه وهو تقوله الكلام ده وهو دايما الشخص اللي بيقول لمراته احنا عايزين نخلف كتير وهي بتقوله انا حسن ان انا في خطر على حياتي هقول لها لا انت مش هتؤمني ولا ايه انت عندي اختلال في الرضا فايه اللي حاصل احنا عايزين نكثر ونكثر سواد الامة وهو في الحقيقة محتل مفهوم الامة محتله وهو في الحقيقة اقول لك الحقيقة ما انا قاعد بقى موريش حاجة غير ان انا احلل ده هو الراجل عايز يخلف عشان هو تربط تربية معينة بتخليه حس بان الفحولة مش هتحصل غير لما يخلف كتير فهو يخلف كتير لان ده عايز يساعده على الفحولة ويساعده على ان صورته تبقى هو اللي هو انتج للامة جيل هعرف فكرة انتج للامة جيل يعني ايه هو عايز يتكاثر عشان يعمل اغراق للمجتمع بجيل هو اللي شكله بجيل مؤدلج ايه ده معقولة؟ اه صح التحليل بيقول كده انه هو يخلف جيل كتير يعمل تغيير دومغرافي في المجتمع وما فيش مانع يستخدم احاديث رسول الله اللي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل التغيير الديمغرافي ده يعمل ايه؟ نكتر 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 احنا وعيالنا فانسيطر على المجتمع وما فيش مانع نقول ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكحه تنسأله فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة من غير ما نفكر هو كان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ تنكحه بلا جودة؟ لا ان الله كتب الاحسان على كل شيء تنكحه وكلفنا انفسكم ما لا تطيقون ثم وكده احنا بنصدم حديث رسول الله ببعضها وما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء ان يذل نفسه حديث عند اصحاب السنن قال وكلف يذل الرجل نفسه يا رسول الله قال ان يكلف نفسه ما لا يطيق وفكرة ان الولد بيجي برزقه اه فاكر لما جه اهل الله وقالوله لنا لله ان يختبرني وليس لي ان اختبر الله جاء عن سيدنا عيسى ان هو قال له انت مش بتقول ان ربنا يحميك ارمي نفسك من فوق شاهد قال اخسأ عدو الله الشيطان واللي كان بيكلمه اخسأ عدو الله لله ان يختبرني وليس لي ان اختبر الله ففكرة ان احنا نتكاثر عشان المباهاء حصلت المباهاء واصبحنا خمس العالم حصلت المباهاء لكن ما ينفعش ان المباهاء توصل الى حد زي ما حظنا رسول الله قالوا اه من قلة نحن يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكن كغساء السيل غساء السيل ده تشوف غساء السيل في ايه التكنولوجيا مفيش تعليم ضعيف موارد قليلة ليه عشان كل ده بتلتهمه زيادة السكانية على فكرة ده على مستوى المجتمع وعلى مستوى الافراد تعالوا نشوف كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلمنا وعلينا دلوقتي ان احنا نشوف موضوع الناس ده بمقصد حضرة النبي مش بيه اللي احنا عايزين نعيشه لان احنا لازم نحقق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن نكون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نعيش في ذل ولا في مهانة ولا في قلة لكن اكيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلنا على ان يكون المؤمن قوي واحد ما عندوش موارد تكفي ولد واحد يجيب أربعة ولا خمسة إزاي مش ممكن يكون قصد رسول الله سلم تبقى أمة ضعيفة البنية وضعيفة العقل وضعيفة التنمية وضعيفة ده ويكون هو ده مقصد رسول الله سلم لكن لما نوصل لمرحلة إن الزيادة تبقى بهذه الصورة زيادة تكسر الظهر لا يمكن رسول الله سلم يكون قصد ده وبعض الأئمة فهموا مقصد رسول الله أنا مش هنجيب الكلام من عندنا بعض الأئمة زي مش بس الإمام الشافي كثير من الأئمة قال إن عصر الأزمات والفتن يفضل للإنسان إن هي ما تنجيبش وقال لو استددت الأزمات ما تجوزت أصلا إذا كان قادر على إنه ما يتزوجش ويتفرغ للعلم طب هم عايزين إيه عايزين ناس تعزف عن الزواج أكيد لا هم عايزين ناس تبقوا على درجة من الرشادة يبقى الإنسان رشيد الإنسان يبقى عنده وعي لأن الوعي قبل السعي بابه العلمي قبل القول والعمل قبل ما تروح تعمل حاجة خليك عندك علم أهم علم في حياتنا هو إدارة الحياة الزوجية ما ينفعش تجد يقول للمرادك لازم تخلي في لازم تخلي في لا هي اللي عندها صحة ولا أنت عندك موارد تستطيع أن أنت تخلف من خلالها طب وإيه دوات أفضل طريقة لهدم البيوت أفضل طريقة لهدم البيوت طب إنت لو قلت لي أنا قادر دلوقتي هل أنت قادر تستمر في أنك أنت تصرف على أولادك هو دوات اللي احنا عايزينه بل الإنسان على نفسه بصيرة حضرة النبي بيعلمنا دائما وإحنا بنفكر في الأسرة نفكر بطريقة استراتيجية حضرة النبي اللي قال لنا الكيس ومن دانا نفسه وعمل إلى ما بعد الموت يما ما منفعش أن أنت تبص تحت رجلك النهاردة أنت لازم تبص لمستقبل أولادك ومستقبل حياتك على مستوى الأفراد على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع مش بس الكلام على مسألة أن الزيادة السكنية بتدمر الأسرة بس بتدمر الأسرة كمان مش بتدمر المجتمع بس يبقى كل زوج وزوجة متجوزين حديثا لازم يشوفوا أن يركزوا بقى ويسمعونا وإحنا بنقول لهم الخبراء بيقول لهم إيه أن مع أول طفل النظام البيت بتغير البيت كله بيتغير بأن بنتده نغير في مصارفنا بنغير في أظن وسائل النظافة للولد والزاكرة إحنا لازم وإحنا بنفكر في الخلفة نفكر في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الأطباء فتاخد كل المسائل ونبتدي نتداين فأنت حضرتك عايز ما تفصلش ما بين الأطفال فإيه اللي حاصل فيحصل لك إغرق في الدين بعد أن تجيب الطفل ده تروح ما جايب الطفل تاني وخلاص طب وده ما إيه اللي حيحصل هتدخل ابنك مدرسة إيه أي مدرسة طب و هتقدر ترعي لا أنا مش هقدر أرعي لإن أنا عشتغل شغلانتين طب وإيه اللي حاصل الولد يبقى ضعيف البنية العقلية وضعيف البنية الجسد ولما الأطفال بيستمر حياتهم كده بيستمر كمان مصارفهم ويستمر كمان تكلفتهم أنا دلوقتي ما تجيش تقول لي خلي الأطفال دلوقتي ولا الأولاد دلوقتي أنا بكلمك أنت الأول أنت هتعمل إيه في مشكلتك دي دلوقتي ما تجيش تقول لي زوجتك ما نخلي المجتمع يستخدم الجيوش المجيشة دي من البناء أدمين ونعمل تنمية سيد أنا بكلمك دلوقتي عن مواردك خليني بس نتكلم بشكل واضح أنا أخوك وأنا أبوك لو أنت لسه تتجاوز فأنا أبوك فأنا بكلمك عنك أنت هتعمل إيه هتعمل إيه في الورطة اللي أنت حضرت نفسك فيها وأنت قاعد بتفكر بهذه الطريقة السمجة اللي حضرت نمي ما قلقش عنها حاجة وفكرتك بأنك أنت ولا تقتلوا أولادكم خشية لا ما فيش أولاد نحن بكلمك من قبل ما يبقى فيه أولاد الولد لما بيتولد فكل الأفكار الغير صحيحة وكل المعاني السلبية اللي عندك دي مش موجودة في الشريعة فكرة أن التحديد حرام والتنظيم حرام كل الكلام ده من الصحيح هتعمل إيه في حديث رسول الله عليه وسلم أن الصحابة كانت تعزل والقرآن ينزل يعني ما زن الكلام ده بينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هو رسول اللي عمل كده ليه عشان يحرر الأمة من الأفكار والأوهام اللي عند اللي هتيجي بعد كده اللي تخلي الأمة تتفرم ويخلي الأسر تهلك تحت طائرة بعض الأفكار غير الصحيح يا سادة احنا مكملين كلامنا بعد الفاصل مكملين كلامنا عشان احنا مش محتاجين ان احنا ندمر بيوتنا ولا نأذي أولادنا أولادنا على فكرة ممكن ببساطة خالص أنا كمان مهتم بمسألة الأسر البديلة وأنا بشوف الأطفال بيحصل لهم إيه لما ييجوا في أسر ما لهمش مكان لا في أكل ولا شرب ولا عيشة بيكون مكانهم فين كلنا عارفين الأولاد دولا بيكون مكانهم فين أكيد مكانهم مش البيت حتى لو كانوا في ركن في البيت فالركن ده ما بتشافش من كترته بعد الفاصل نكمل كلامنا ونكمان نستقبل أسراتكم ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر